النشامة يصلون إلى قطر للمشاركة في كأس العرب والسقور يفتتحون مشوارهم في تصفيات كأس العالم بالفوز على السعودية هذه الأخبار وغيرها نتابعها في جولتنا على الملاعب توجهت اليوم بعثة منتخب النشامة إلى العاصمات القطرية الدوحة تحضيرا لخوض منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021 ويأتي المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والمغرب وفلسطين وسيستهل منتخب النشامة مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي في الأول من الشهر المقبل وإلى كرة السلة حيث حقق منتخب سقور الأردن فوزا مهما على نظيره السعودي بنتيجة 68 نقطة مقابل 61 نقطة في افتتاح مشوار السقور في تصفيات كأس العالم 2023 وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين في مدينة جدة السعودية الإثنين المقبل وبعد فوز الفيصلي بلقب كأس الأردن على حساب السلط هنى رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين النادي الفيصلي بمناسبة تحقيقه لقب كأس الأردن للمرة الحادية والعشرين وفي كرة القدم العربية وتحديدا في السعودية تغلب فريق النصر يوم أمس على منافسه أهل جدة بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدور السعودي وسجل هدفين نصر اللعب البرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقتين الثالثة والخمسين والسبعة والسبعين فيما جاء هدف الأهل الوحيد في الدقيقة الرابعة والثمانين عن طريق المقدوني إزغان أليوسكي في إسبانيا سيحل برشلونة الليلة ضيفا على نظيره فياريال على ملعب لاسيراميكا ضمن الجولة الخامسة عشر من الدول الإسباني ويأمل برشلونة أن يحقق فوزه الثاني على التوالي من أجل التمسك بأمل العودة للمنافسة على لقب الدور في حين يسعى فياريال أن يستغل عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يتقدم أكثر على سلم الترتيب قمة مرتقبة غدا في الدور الإنجليزي ستجمع تشيلسي بنظيره مانشستر يونيتد ضمن الجولة الثالثة عشر من الدور الإنجليزي تشيلسي المتألق هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي يسعى لمواصلة تحقيق نتائجه المميزة من أجل الهفاظ على صدارته في حين يأمل مانشستر يونيتد أن يداوي جراحه بعد الهزيمتين المتتاريتين التي تلقاهما الفريق أمام كل من مانشستر سيتي وواتفورد والتين أقيل على إثرهما مدرب الفريق سولشاير وفي الـ NBA تجاوز فينيكس سانز منافسه نيويورك نيكس بنتيجة 118 نقطة مقابل 97 نقطة ولم يجد سانز أي صعوبة في تخطي نيكس حيث سيطر على مجريات اللقاء في جميع الأرباع يواصل بذلك سلسلة انتصاراته المتتالية في البطولة سلسلة انتصاراته المتتالية